النهاردة جالي حالة بخبر حلو قوي من الحالات الجميل ان هي يعني حبت تنقل التجربة بتاعتها لان هي بهدلت ولفت كتير في مشكلة التشنج المهبالي وصعوبة انه يحصل علاقة فالنهاردة جات لي جاي بالي مومتها وقالت لي ان هي ما شاء الله بعد ما عملت الجلسات عندي ما شاء الله جابت بنتين حلوين زي الامر وحياتها كلها استقرت الزوجية وخلفت وعندها احلى بنتين في الدنيا حبينا ننقل التجربة بتاعتها انا اولا يعني يعني عاجزة عن الشكر لها ان هي يعني بجد الموضوع شوية يعني حساس بس هي حبت ان هي تنقص كل بيت بيتعرض للمشكلة دي وتنقل التجربة اللي هي مرت بيها علشان محدش يمر بيها تاني وتكون ربنا جعلها سبب من الاسباب انه ان هي يعني تساعد الناس على استمرار البيوت وان التشنج المهبالي ليه علاج لاني في ناس كتيرة للاسف وصلوا بعد الشر للطلاق وانفصال بسبب المشكلة دي ربنا يا رب يحفظ كل بيتكو كده وبيوت الناس كلها ربنا مسلا من خمس سنين كده اعادت سنة كاملة مفيش اي حاجة العلاق مبتحسنش نهائي في دشن وغير اعادت اضغر بقى وذكرت الناس كتير وعنات كتير وحاجات كتير قوي اعادت الوفي في المبعدة سنة كاملة لحد دم اعادت اضغر عليك كده قبلت دكتورة رانيا بالصدفة الكلام عليها صبيد يا دوبك الحمد لله ثلاث جلسات ويبقيت كويسة جدا الحمد لله ويجبت بنتين دلوقتي يعني هتقول من تاني شهر على طول الجلسات انا عملتها مثلا اخر الشهر تاني شهر اعطوكم تحيب تسع شهر وكبت بك ربنا يخلي غالك ويا ربيش شهر تكون الناس وعادي نقول الناس اللي عندهم تشنج من البريد ده حاجة يعني هو مرض كنت بحصل انه اصلا مالوش علاج يعني لان انا لفت كتير بحصل مالوش علاج دولا كده كنت باخد منومات باخد حاجة كتير قوي وما فيش انا حاجة منها جابت نتيجة لحدة بقى من الحمد لله توصلت مابوتش مصدق العلمة مع اول جلسة برضو عملتها مابوتش متوقع ان انا هخيف لحدة مع ثالث جلسة هلقدر سييدها من شاء الله مابوتو رعاية يا ماجز الحمد لله عايزين ندي نفسه هنقلب الموبايل بقى صوريني انش عايزين ندي نفسه للناس بسرع يعني هي تشنج من البريد تشنج من البريد ده بي بعبارة عن تشنج في عضلات الفوت وعضلة المهبر بتمنع ان يحصل علاقة زوجية احنا بنشتغل على عضلات الفوت وعضلة المهبر وهنا بيقى ثلاث جلسات دايما بقول صعوبة المشكلة دي فان انت توصل مين الدكتور اللي بيعالجها مين المتخصص في علاجها طبعا هو تخصصنا لان المشكلة في عضلات الفوت وتبقى في عضلة المهبر فما بنعمل جلسات بنركي عضلات جدار الحوت كلها مش بنركيها بنوصلها للطون الطبيعي بتاعها وبنعمل جلسات بجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي بيدخل على درجة التشنج وبيدينا قرية لدرجة الانقباط ودرجة الانبساط فده بيخلينا بفضل اللي بقى متأكدين جدا من المتائج انا النهاردة كنت سعيدة جدا بالحالة دي ان هي قليتي ان هي جابت توقم جابت قصدي بنتين وارا بعض وكان فيه حد بكده من العراق وبعتيني صورة التوقم اللي جابوهم فدي من الحالات التسعيدة ان مش بس مجرد عليك احنا الحمد لله كنا سبق في ان اسرة تكمل حياتها وننمي شامل العيلة بس فل осول أجل الاجل 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 هذا جدا جدا بها جزياء لأجلوا بار نهاية اكترى